بسم الله الصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وآله وصحبه أحبتي في الله السلام عليكم سمعت أحد أشخاص في هذا البحث أو في علم الكنوز قال أنه هناك أشخاص يمكن لهم سحب الكنوز من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة أخرى فهذا أخي كذب وليس من الصحة فطرق استخراج الكنوز معروفة كما ذكرناها من بينها الحفر والشق والرفع والسحب الرفع هو رفع الدفين في فوق المكان مباشرة والسحب هو سحب الدفين في نفس المكان في البيت تقريبا في لا يجب أن يكون المكان بعيدا جدا والشق هو شق الأرض واستخراج الدفين والحفر فهو واضح لكل شخص ثم بالنسبة للسحب والشق والرفع لا يتقنه إلا أول الألباب من هذا العلم أو أشخاص ذوي الخبرة وليسوا روحانيين إنما ربانيين الشخص روحاني قد لا يصل إلى هذه الميزة إنما أشخاص ربانيون هم من يقومون بهذه الأشياء أما طريق السحب من دولة إلى دولة فهذا فقط